لازم تأخذ الموضوع كأنه بدك تشوف طبيب أو بدك تسأل سؤال عن صحتك بشكل عام مرحبا أنا زينا مالاس، سكشوال هاتف أدوكيتور بلشت صفحتي على الإنستغرام قبل سنتين لأنه حسيت فيه ناقص بالمراجع التعليمية عن الصحة الجنسية والأمن الجنسي هدفي في بداية المشروع كانت توعية التثقيف الأهالي والأشخاص المتجوزين على صحتهم وإيمانهم الجنسي ومع مرور الوقت لقيت أنه في كتير مواضيع نقدر نحكي فيها مثل انقطاع الحيد أو التشنج المهبلي أو السن البلوغ أو تثقيف الجنسي للأشخاص اللي على وشك يجوزون ما هي بضيجئ؟ وهي تتكلم كماليدولان، العشاءرة واللدكيس الأمورسية للننفذاء تجعلها بإمكانك تتابع عدم جدًا وإنصاف بعض الأمراضي الكثير من من المشروع التي أشعر بضيجئ من ظبجئ تتكلمه بلدكي يستكون شيء أكثر من نظام إنها شيء جدًا مبلي كثير مهم نحكي عن هذه المواضيع لأنه كثير سهر للواحد يروح على الإنترنت ويشوف معلومات غير صحيحة أو تنتبق على مجتمعنا الخجل والتحفز بيمنع الشخص يحكي بهدول المواضيع وما بيشفوها من ناحية علمية أو طبية وهذا الإشي له آثار سلبية طبعاً هذا إشي طبيعي الواحد يكون متردد أو خجول يحكي عن هدول المواضيع بس بعدين بيشوف أنه هذا إشي علمي وبيرتاح أكتر وبيصير ردة الفعل إيجابي ومشجع معظم استشاراتي متساوية من ناحية الرجال والنساء بس بحيث أنه النساء تتشجع أكتر كأمهات وزوجات مهتمين بصحة عائلتها مش ضروري يصير شيء سيء لا سمح الله عشان تشوف استشاري لازم تاخد الموضوع كأنه بدك تشوف طبيب أو بدك تسأل سؤال عن صحتك بشكل عام أي موقف بيصير معكم أو مع أولادكم مش عارفين كيف تتصرفوا وقتها تقدروا تشوفوا استشاري نصيحتي للشباب المتجوزين والشباب بشكل عام خليكم عم تتعلموا عن صحتكم الجنسية لأنه جزء من صحتكم العام